بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى إن من أعظم صنائع المعروف قضاء حوائج الناس باب واسع يشمل كل أبواب الخير الحسية والمعنوية توثيقاً للمحبة والترابط والمودة قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال جل شأنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن أعظم نعم الله جل وعلا على العبد أن يجعله مفتاحاً للخير روى الطبراني وابن ماجه من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس مفاتيحاً للشر مغالقاً للخير فطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر وويل لمن جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير وأعظم نعمة يمتن المولى سبحانه وتعالى بها على العبد أن يقضي حوائج الناس فهكذا دأب الأنبياء والصالحين ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً إذ جاءه رجل أو طالب حاجة قيل فأقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على يدي رسوله ما شاء ثم قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت وهذا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقضي حاجة ابنتي شعيب لما أتيا ليسقي الرعاء سقى لهما ثم تولى إلى الظل قال الله تبارك وتعالى في حقه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير هكذا من يقضي حوائج الناس يتواضع والناظر في سنبلة القمح يجد أنها إذا امتلأت انحنت وتواضعت وإذا كانت فارغة رفعت رأسها إلى السماء كأنها مستكبرة والإنسان إذا سار في قضاء حوائج الناس قضى الله حاجته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لكنه بدأ الحديث بالكلام عن المسلم فقال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة انظر إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه إذن الحب متبادل والعطاء متبادل عطاء لأنه رد لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى من يقضي حوائج الناس فيقضي له حاجته عن ابن عباس رضي الله عنه قال صانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد له متكأ أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوق وقد علمونا في الحكم أسعد الناس من أسعد الناس ربما تسير في قضاء حوائج الناس لكنك تلقى التعب والمشقة والجهد هو في سبيل الله ولك من الحسنات والأجر ما يضاعف لك هذه المشقة وهذا التعب وهذا الجهد وما تنعم به في الآخرة عند الله جل وعلا يوم القيامة يفرح الإنسان بما قدم وما بدل وما أعطى وما نفع به الناس وخير الناس أنفعهم للناس هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن ربما يحبط الناس من يقضي لهم الحاجة بكثرة الكلام وبكثرة الاتصالات عليه وبكثرة محاورته ومجادلته ومناقشته ومواجهته وامتظاره لكنه في النهاية إذا فعل لله وصار لله وصار على نهج الحبيب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أو المسلمين لقي السعادة الدنيوية والأخروية اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى